مع استكمال استعدادات المواكب الحسينية في مدينة كربلاء المقدسة لإحياء مراسم عاشوراء ونتيجة لتفشي فيروس كورونا قامت مديرية بلدية كربلاء بالتعاون مع قسمين ما بين الحرمين الشريفين والمواكب والهيئات الحسينية في العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية بتخطيط وتنقيط الشوارع المؤدية للمرقدين الشريفين بمسارات خطية لمسير مواكب العزاء باشرة مديرية بلدية كربلاء شعبة هندس المرور بأعمال التخطيط لشوارع المدينة الواصلة إلى حرم الإمام الحسين عليه السلام والإمام العباس عليه السلام وذلك من أجل تحقيق التباعد الاجتماعي بسبب مرض جائحة كورونا اللعينة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع ويلهم جميع المعزين والمواكب الحسينية في الالتزام بالتوجيهات للكوادر الصحية واستنادا إلى توجيهات المرجعية الدينية عمل مسارات خطية في كل الطرق المخصصة لحركة المواكب التي تسير معزية من شارع الجمهورية وشارع عيبة بقبلة الإمام الحسين وبالفضل العباس عليهما السلام باعتبارها من الطرق التي حددت لمسير مواكب العزاء جاءت مكملة للأعمال التي قامت بها العتبتان المقدستان لأجل مساهمة في تحقيق أعلى درجات الإنسيابية لحركة المواكب ومرورها بدأ عملنا بتشكيل خلية أزمة التعاون العتبتين العتب الحسينية والعباسية وحقيقة كل دوائر الدولة ابتداء من بلدية كربلا وجميع الدوائر الخدمية اشتركت ويانا وبالأخص هذه السنة كانت في الجهود مميزة وتعاون كان ملحوظ جدا من الجميع ومن أهالي المنطقة في مركز مدينة كربلا المقدسة الحقيقة التعاون كان مشترك مع بلدية كربلا أولا بإيجاد خطوط لسير العزاء والعتبتين اتفقت أيضا بوجود وضع بصمة القدم بمنطقة بين الحرمين وبالمرقدين الشريفين المسافة تبعد هذه البصمة بصمعا أخرى تقريبا متر إلى متر ونص ويكون سير العزاء على هذه النقاط هذا يعني يحقق بين توصيات المرجعية وبين توصيات الصحة جهود حثيثة يبذلها كل من خدام العتبتين المقدستين والدوائر الخدمية في كربلا المقدسة مما يعكس الصورة الإيجابية والحضارية لإحياء مراسم عاشوراء ويظهرها بالمظهر اللائق ويجعلها بصورة تنظيمية وصحية وتسهم في اتخاذ تدابير الوقاية اللازمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة